أعلن جميع رؤساء الأحزاب الأعضاء في تحالف الأحزاب المصرية تأييدهم بالإجماع للدعوة الكريمة التي وجه رئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية بتنظيم مؤتمر للحوار الوطني دون إقصاء أو استثناء لأحد لوضع خارطة طريقا للعبور بمصر للجمهورية الجديدة ثمن رؤساء أحزاب التحالف هذه الدعوة كما وجهوا رسالة شكر وتقدير للرئيس السيسي على هذه المبادرة الرئاسية الكريمة والتي تكشف عن مدى تقدير الرئيس السيسي للأحزاب والقوى السياسية المصرية وأن الدخول للجمهورية الجديدة يحتاج إلى الاستفادة بكل الآراء والرؤى الوطنية تنفيذا لما أعلنه أن المصر وطن يتسع للجميع وأن الخلافة في الرأي لا يفسد للوطن قضية وأشاد أعضاء رؤساء الأحزاب السياسية أعضاء التحالف بتكليف الرئيس للمؤتمر الوطني للشباب بتنظيم وإدارة هذا الحوار كمظلة محايدة وهو ما كشفت عنه بيان الأكاديمية الوطنية للتدريب بالأمس بالحرص على الحيادية والتجرد وأن هذا المؤتمر يعقد تحت الرعاية المباشرة لرئيس الجمهورية حيث أن قانون إنشاء الأكاديمية يؤكد تبعيتها لرئيس الجمهورية هذا ويدعو رؤساء الأحزاب السياسية أعضاء التحالف جميع القوى الوطنية المدعوة لمؤتمر الحوار الوطني على ضرورة تغليب المصلحة العامة لمصر وشعبها على أي مصالح خاصة وأن تنتهز فرصة تنظيم مؤتمر الحوار الوطني للدخول إلى الجمهورية الجديدة وتطلعات الشعب المصري ونبدأ أي خلافات سابقة من المشهد العام في هذا المؤتمر والذي سيكون محطة أنظار الشعب المصري كله بل والرأي العام الدولي ويرى رؤساء الأحزاب السياسية أعضاء التحالف بعد المناقشات المثمرة والبناء التي جارت خلال الاجتماع أن تتضمن أجندة المؤتمر قضايا الإصلاح الاقتصادية والتنمية البشرية ومواجهة التهديدات الخارجية للأمن القومي المصري ووضع حلول لمشكلة البطالة والديون والنهوض بالتعليم والصحة ومواجهة مشكلة الزيادة السكانية وإجراء مراجعة لعدد من القوانين السياسية ومنها قانون الأحزاب وتنظيم المؤسسات الأهلية وأيضا قانون الأحوال الشخصية وترح قضايا توطين الصناعة المصرية ودعم المزارع لزيادة الإنتاج الزراعي كذلك التأكيد على عدم الاحتكار لحماية المواطن المصرية مع تمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها حماية الوحدة الوطنية هذا ويؤكد جميع رؤساء أحزاب التحالف على دعم القوات المسلحة والشرطة المصرية وتوجيه الشكر والثناء لهم على ما يقدمونه من تضحيات لاستقرار الأمن والأمان ترجمة نانسي قنقر